يسأل سائل يقول هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر لا يجوز لا يجوز لمسلم أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها إذ إن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فأهل الإيمان يحافظون على صلاتهم في أوقاتها ما ينفعش واحد يترك الصلاة حتى يخرج وقتها هذا لا يحل سيدنا عمر ابن الخطاب وسيدنا أبو موسى الأشعاري وغيرهم من الصحابة قالوا أن هذا من الكبائر من الكبائر إن الواحد يأخر الصلاة لحد ما وقت الصلاة التانية ييجي عليها ده من الكبائر إذ إن الله عز وجل لما وصف عباده المؤمنين قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقود فأهل الإيمان يحافظون على صلاتهم في أوقاتها يبقى سيما أهل الإيمان أنهم يحافظون على الصلاة في وقتها وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين لما سأل النبي عليه الصلاة عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها أفضل الأعمال إن الواحد يحافظ على الصلاة في وقتها إذا الإنسان سمع المؤذن ينبغ عليه أن يبادر لما جاء الرجل الأعمى إلى النبي عليه الصلاة يقول له يا رسول الله أنه يسمع الأذانة وليس له قائد يقوده إلى المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم رخ صلاة أن يصلي في بيته ثم لما أدبر الرجل دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال أعم قال فأجب تتأعمى مع أنه لرخصة ومع ذلك لم يأذن له النبي عليه الصلاة أنه ما يصليش في المسجد فضلا أنه يأخر الصلاة عن وقتها ده لا يحل ولا يجوز طيب بعض الناس قد يتمسك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بدون عذر ولا مطر بين الظهر والعصر بدون عذر ولا مطر فقيل له ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته هذا الحديث قد يستدل به بعض العلماء على أن الإنسان ممكن يجمع الصلاة لكن العلماء قالوا أن هذا الحديث كان لمرضه النبي عليه السلام لما جمع الصلاتين مع بعض الظهر ومع العصر كان مريض عليه الصلاة والسلام والمرض عذر لجمع الصلاة لكن ما ينفعش إنسان قاعد في بلده قاعد فاضي قاعد ما عنده مشكلة ما عنده حاجة يجمع صلاتين مع بعض ما ينفعش وبعض العلماء زي الشوكاني والشنقيطي قالوا إن هذا هو الجمع السوري الجمع السوري اللي هو أيه؟ الجمع السوري إن هو الإنسان يصلي يصلي الصلاة في آخر وقتها ومع دخول الوقت الآخر وده اسمه الجمع السوري عند الفقهاء أو عند العلباء إن هو صلى الظهر آخر صلاة صلى وقت الظهر آخر وقت الظهر عند قبيل أذان العصر بدقائق معدودة مثلا ثم بعد ذلك لما انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاة الظهر كان العصر أذن فصلى العصر العلماء قالوا أن هذا هو الجمع السوري تأويلا لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر مع العصر بدون عزر ولا مطر إذن فالإنسان لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها صفات المؤمن أنه يحافظ على صلاته في وقتها نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يحافظون على صلاتهم في أوقاتها اللهم آمين أقول قول هذا والله تعالى أعلى وأعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة